مرحبا بكم إن شاء الله تكونوا لباس وفي أحسن الأحوال شاهدوا معي الفيديوهات هذومة ومن بعد نرجع للشرح الفيديوهات هذومة هم نسخة مطابقة للأصل بالذكاء الاصطناعي صوت وصورة لشخصيتين مشهورين على منصة التيك توك الفكرة شباب لنا هي استهداف المشعير على منصة التيك توك بتاريخ هجلية أو بتاريخ فكهية وبالطريقة هذية نرقب موجة التريند نتاع المشهور هذائر وبالتالي نتحصل على العديد من المشاهدات على صفحتنا في التيك توك ونستطيع متبع تفعيل بتار تيك توك بسرعة وبالتالي الغضاء منها قمت بتجربة فيديو الكدير على صفحتي في التيك توك وتحصلت على هذه المشاهدات شاهدوا وهذا في 12 ساعة فقط لماذا كل هذه المشاهدات على صفحتي في التيك توك لأن الكدير أو ضحال عريبي شخصيتين مشهورتين على التيك توك ولديها العديد من المتابعين ويوجد العديد من الشخصيات الأخرى المشهورة على التيك توك في الوطن العربي تستطيعون استهداف أو أيضا تستطيعون استهداف أي شخصية مشهورة أخرى بهذه الأدوات التي سنكشفها لكم في هذه الحلقة لكن شباب أتمنى أن تستعملوا هذه الأدوات في أغراض ربحية أو في أغراض لتكبير صفحاتكم على منصات التواصل الاجتماعي ولا تستعملوا هذه الأدوات في أغراض لا أخلاقية تشغيل الجنجمة قليلا سوف تجدون العديد من الف قر الأخرى تستطيعون إنشاءها بهذه الأدوات والآن لنتحول للشرح وكالعادة أخوتي وأخواتي في هذا الفيديو سوف نمر بعدة خطوات حتى نقوم بإنشاء مثل هذه الفيديوهات الخطوة الأولى هي علينا استنساق صوت الشخصية التي سنقوم باستخدامها وبالطبع في هذه الخطوة سوف نقوم بالتسجيل الصوتي الذي سنضعه للشخصية التي ستقوم بقراءته وفي الخطوة الثانية سوف نقوم بتحويل صورة الشخصية إلى فيديو وسنجعلها أيضا تقرأ التسجيل الصوتي الذي قمنا بصناعاته والآن لنذهب للخطوة الأولى هذا هو الموقع الذي سنقوم باستعماله لاستنساق صوت الشخصية فيش أوديو وشاهدوا أن هذه الكلمة تظهر على الشاشة يعني لن تجدوا الرابط في صندوق الوصف سنذهب هنا إلى إيقونة الحساب وبعد ذلك سنضغط هنا على ساين أعيد نضغط عليها وهنا كما تشاهدون يجب علينا وضع البريد الإلكتروني الخاص بناء بعد الضغط على كونتينو شاهدوا هنا أنه يجب علينا وضع ستة أرقام قد وصلتنا على البريد الإلكتروني الخاص بناء وهنا أضعوا الستة أرقام التي أخذتها من البريد الإلكتروني ثم كونتينو الآن هنا في هذه الخانة يجب علينا وضع كلمة سر وبعد ذلك إعادة كلمة سر ثم نضغط على هذه الخانة للتسجيل وبعد ذلك هذا هو الحساب الخاص بناء سنذهب هنا إلى هذه الخانة لإستنساخ الصوت نضغط عليها وهنا كما تشاهدون إذا تريدون لاشتر الصوت الخاص بكم مع الجميع فتضغطون على بيبليك أو هنا سري يبقى الصوت خاص بكم أنا سأستعمله سري وبعد ذلك نقوم بتحميل صورة إلى هذا الشخصية هكذا قوم بتعديلها جيد سيف الآن هنا علينا كتابة اسم الصوت سأكتب الكدير وبعد ذلك هنا التعفي ليس إجباري وهنا هذه الخانة نعلم عليها عندما نقوم بشراء خطة وهذه الخانة هي لتعديل الصوت نحن سنستعمل النسخة المجانية لنستطيع التعديل عليها الآن من هذه الخانة يجب علينا تحميل صوت الشخصية وإذا أردنا استنساخ أصواتنا الخاصة نضغط هنا على تسجيل ومعد ذلك نضغط هنا على هذه الخانة ونبدأ في تسجيل أصواتنا نحن سنقوم بتحميل صوت الآن لتحميل الصوت شباب وبما أنني أنا سوف أستعدم الكدير وهو شخصية مشورة على التكتوك سأذهب إلى بنصة التكتوك وأقوم بتحميل فيديو من فيديوهات الكدير وكما تشاهدون هنا هذا هو فيديو الكدير قمت بتحميله على برنامج كاب كاد الآن سأقوم بفصل الصوت على الصورة ثم أحذف الفيديو وأترك الصوت الآن سأقوم باختيار 60 ثانية على سبيل المثال والحد الأقصى من المقطع الصوتي هو 90 ثانية لتحميله على موقع استنساخ الأصوات أنا سأقوم بتحميل 60 ثانية هكذا جيد حتى 50 ثانية أقوم بحذف الجزء الآخر ثم إكسبورت وأعلم هنا على أوديو وأحذف فيديو ثم إكسبورت الآن تم تحميل الصوت open folder وهذا هو الصوت الخاص بي الآن سأقوم بتحميل هذا الصوت على موقع استنساخ الأصوات هذا هو سأضعه هنا في مكاني جيد هذا هو الصوت قمت بتحميله بل لا في مخص المعلمة اللي توفى شاء الله ربي يرحمه ويناعمه جيد جيد الآن سأذهب إلى الأسفل وأضغط على create وأنتظر قليلا وهنا في أقل من دقيقة تم استنساخ الصوت كما تشاهدون هنا هذا هو الصوت الآن كيف سأحصل على هذا الصوت سأذهب هنا my library أضغط عليها ثم my voice أضغط عليها وهذا هو الصوت الخاص بنا سأضغط هنا على his voice وهكذا هذا هو الصوت وهنا علينا وضع النص الذي نريده بصوت الكادير وبالنسبة للنص شباب قمت بوضع هذا النص ذهبت هنا إلى shgbt وقلت له قمت بصناعة شخصية بالذكاء الاستناعي تشبه أحد المشهورين على التيك توك أريد أن أكتب له نص فوكايت لأجعل الشخصية تقرأه له يجب أن يكون النص قصير وقول له أنه نسخته بالذكاء الاستناعي قام shgbt بكتابة هذا النص ثم طلبت منه أن يكتبع لي النص باللهجة التونسية لأن عبد القادر من تونس وبالتبع قام بإعتائي هذا النص كما تشاهدون هنا وقمت بالتعديل عليه قليلة لأنه يجب عليه وضع 500 حرف فقط هنا والآن سأضغط هنا على create عبد القادر شنو حوالك يا أسطورة أنا نصفتك بالذكاء الاستناعي نفس الوج نفس الكاريزمة الفرق أنا ما نرجاتش ما نكلش وما نتغشش تلاحظون هنا أن قرأة النص غير جيدة ماذا علي فعله سأقوم بالإعادة مرة أخرى وبالإعادة مرة أخرى حتى أتحصل على النص الذي أريده بما أننا نستعملوا النص المجانية يا شباب يجب علينا إعادة كرة عدة مرات حتى نجد نص مشامل تماما لهذه الشخصية أقوم بهذه العملية وأعود إليكم وبعد الإعادة عدة مرات شاهدوا كم المرة كنت بالإعادة عدة مرات تحصلت على الصوت الذي أريده وهذا هو عبد القادر شنو حوالك يا أسطورة أنا نسخدك بالذكاء الاصطناعي نفس الوجه نفس الكارزمة كان فكرة تتغيب على التيك توك ما تخافش أنا باش نغطي عليك أما بناتنا ما تخافش ما نسركش جمهورك إلا كان هما حبوا علي جيد الصوت قريب وقريب جدا من صوت هذه الشخصية الآن شباب سنقوم بتحميل هذا الصوت سأضغطنا على هذه الثلاثة نقاط وبعد ذلك ضلود منهما وهذا هو الصوت كما تشاهدون الآن سنذهب إلى المحور الموالي وهو جعل صورة هذه الشخصية تتكلف هذا هو الموقع الذي سنقومه باستعمالي شباب واسمه مثل ما تشاهدون اسمه على الشاشة لأنني لن أضع الرابط في صندوق الوصف هذا هو الاسم سنقوم بالتجيل على هذا الموقع من هنا جيت ستارك نيو هذا هو الموقع شباب هنا تشاهدوا أفاتار تستطيعون استعمال كل هذا الأفاتار أيضا في هذا الموقع لكن نحن في هذا الشرح سوف نختار هذه الخانة Real Motion 2 سنضغط عليها وشاهدوا هنا أنه يطلبوا مننا التسجيل سأضغط عليه ثم أضغط هنا على حساب جوجل وجهد هنا قمت بالتسجيل الآن سأضغط على هذه الخانة وأقوم بتحميل صورة الشخصية صورة لعبدالقادر سأختار هذه الصورة الآن سبب سأقوم بتحميل المقطع الصوتي الذي قمت بتسجيله من هنا Upload وبعد ذلك سأقوم بإضافة الصوت هذا هو على هذه الخانة يجب أن نقوم بالتعليم عليها حتى يندمج الصوت مع حركات الشخصية الآن سنضغط هنا وجنريت فيديو وننتظره قليلا حتى يتم إنشاء الفيديو الخاص بنا هنا شباب مع القرى من خمسة دقائق تم إنشاء الفيديو شاهدوا عبدالقادر شنو حاولك يا أسطورة أنا نسختك بالذكاء الاصطناعي نفس الوجه نفس الكاريزمة كان فكرة تغيب على التيك توك ما تخافش أنا باش نغطي عليك أما بناتنا ما تخافش ما نسركش مهورك إلا كان هم أحبوا علي جيد جدا الآن سنقوم بتحميل هذا الفيديو من هنا دونلوت وهذا هو الفيديو الآن يجب علينا التعديل على هذا الفيديو وحضف العلامة المائية الموجودة عليه سنقوم بأخذ هذا الفيديو والتحول به إلى برنامج كابكات ونضعه هنا الآن شباب سنضغط على هذه العلامة ونقوم بقطع العلامة المائية هذه هي ثم confirm جيد بعد ذلك نقوم بالتكبير قليلا من هنا هكذا ممتاز الآن سأضغط على هذا الفيديو بالزر الأيسر للمعوز ثم ونقوم بحضف الصوت على الصورة ثم نقوم بالتعليم على الصوت وبعد ذلك نضغط هنا على هذه العلامة من هنا ثم أيضا هذه العلامة وذلك لتنظيف الصوت من بعض الظوضاء وأيضا ليظهر الصوت مندمج أكثر مع الصورة سنشاهد الآن عبدالقادر شنو حاولك يا أسطورة أنا نسخدكم بالذكاء الاصطناعي نفس الوجه نفس الكاريزمة كان فكرت ممتاز جدا وهذا هو الفيديو الخاص بناس جاهز للنصر إلى هنا شباب نأتي إلى نهاية هذه الحلقة أتمنى أن يكون الشرح واضح كما أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو وإلى لقاء في حلقة ثادمة إن شاء الله